بماذا تشعر عند رؤية اللون الأحمر يوصف اللون الأحمر عادة بأنه لون دافئ ونابض بالحياة يرى أيضا كلون مثير وحتى عدواني تخيلوا مشاهدين غير أنه يثير مشاعر الحب والراحة عادة ما يستخدم هذا اللون للفت الانتباه خصوصا عند الإعلان عن منتج معين وفي إشارات المرور ابتكر فريق من العلماء أجهزة ووسائل يمكن من خلالها تسجيل كافة الإنعكاسات التي تصدر عن الإنسان نفسيا أو جسميا تحت تأثير الألوان تبين أن للألوان حسب أنواحها تأثيرات في الإنسان تتمثل في تسارع نبضات القلب وتناوب حركات الجفون بفتحها وأغماطها حتى ازدياد قابلية الكف لتوصيل الحرارة والكهرباء بازدياد رطوبتها وإفرازاتها التعرقية واختلاف حركات التنفس اختلاف حتى في الرسوم البيانية اللي سجن نشاط الدماغ مثلا بيّر الدراسة أجريت عام 1990 تنفيها تسليط أضواء حمراء اللون على عيون مجموعة من المرضى يعانوا من الصداع النصفي في بداية ظهور النوبة تعافى حوالي 93% منهم مشاهدين بشكل جزئي نتيجة هذا العلاج أرجع المعالجون السبب في ذلك إلى أن اللون الأحمر يزيد من ضغط الدم الشرياني ويوسع الأوعية الدموية وتدفقها قام عالم دينيماركي يدعى نال فاتسين باستعمال الضوء الأحمر في علاج الجدري وأثبت في التجارب أن اللون الأحمر يمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد المصاب بالجدري ويمنع حدوط التشوهات هذه استعمالات العلاجية اللون الأحمر لون هو لليوم هو لون الطاقة والحيوية والنشاط والشجاعة والعواطف الجياشة اللون الأحمر اللي يصبغ الطماطم وغيرها هو عبارة عن مادة اللايوكوبين واللي أشارت عدة أبحاث أمريكية إلى أنها تساعد على الوقاية من أمراض القلب وحتى أيضا تساعد على الوقاية من سرطان لبروستات عند الرجال كلما زادت كثافة اللون الأحمر في الفاكهة والخضار ازدادت كمية مادة البيتا كاروتين الموجودة بيها واللي تتحول لفايتامين A في الجسم وهذا الفايتامين يفيد البشرة ويزيد من مناعة الجسم لكن الأكثار الشديد مشاهدين من تناول النباتات الحمراء ممكن يحفز الغد الكضارية اللي تفرز الأدرينالين بصورة غير طبيعية بعدها يصبح الإنسان متوتر سريع الغضب والانفعال اللون الأحمر هو أعلى الألوان طاقة ويرمز إلى القوة والحيوية ويتمثل بالنار هو اللون الوحيد اللي ما بنقدر نستخدمه في غرف النوم وأماكن الراحة والاسترخاء رغم منه الكثيرين يستخدموا في هذه الأماكن لكنه يصدر ذبذبات عالية تؤدي لزيادة في الحركة ونشاط الخلايا وتسارع دقات القلب بالتالي الشخص اللي ينام في أماكن مليئة باللون الأحمر رح يعاني رأسا من الأرق والكوابيس والأحلام المزعجة أثبت في علم العلاج بطاقة اللون بأن اللون الأحمر يعالج فقر الدم الأنيميا والضعف العام والكساح ويساعد حتى على التآم الجروح يشفي الأكسيمة، الحروق، يقوي مناعة الجسم للأمراض ويزيد معدل غربات القلب ومعدل التنفس وهو يعالج أيضاً التهاب المثانة البولية والمشاكل الجلدية بشكل عام يا ترى، شو نصائح علماء؟ طاقة الألوان لاستخدام اللون الأحمر النصائح تكمن كالتالي في أنه يناسب كثيراً الأماكن المخصصة للعب الأطفال الأماكن اللي تحتاج للنشاط والحيوية لإنجاز العمل فيها هذا بالنسبة للتصاميم هو يدل أيضاً على كرم الضيافة والطموح المشاعر الجياشة لذلك يلاحظ أن المطاعم الشهيرة بتصميمات تستخدم اللون الأحمر وتعتمد عليه في ديكوراتها ويتم استخدامه كلون للمفارش والورود مثل ما أنتوا شايفين مشاهدين من الجوانب النفسية للون الأحمر بأنه لون دافئ يجعل عقودنا تفكر في حاجاتنا الإنسانية وإرادتنا لنعيش ويملك هذا اللون طاقة ذكورية لذلك عادة ما يرتبط بالقوة بالهيمنة تخيلوا المفارقة العجيبة وجد بأن الرياضيين اللي يرتدوا اللون الأحمر والزي الأحمر في الرياضات القتالية تكون فرصتهم أكبر للفوز مقارنة بالليرتد اللون الأزرق اللون الأحمر يجعل الشخص أكثر عنفاً وقوة كونه يعزز هرمون التستوستيرون ويساعد أيضاً على إثارة المشاعر وتحريض الأشخاص على العمل والإنجاز ويدل على روح الرياضة القيم القيادية ويحفز الطموح والإصرار كل لون فعلياً يمد الفرد بطاقة مختلفة عن الأخرى لذلك يجب أن نوظف جميع الألوان في حياتنا بعناية كي تمدنا بالسعادة وتمدنا أيضاً بشتى المناح الإيجابية في الحياة هذا مشاهدين لوننا لليوم هو اللون الأحمر في الطب التكميلي يا ترش الألوان المتبقية اللي راح نتحدث عنها في الحلقات المقبلة ننتقل الآن إلى النصيحة الدوائي